السلام عليكم و مرحبا بكم مرة اخرى في القناة دائم من الهام شنالج اسبب ان شاء الله ستكونوا بخير و الاخير الوصفة اليوم ستكون وصفة مختصة بالشعر لانكم اكيد تلبسوني وصفة للشعر فاكيد انا كنلبي كل سيدة و كل طلب يعني ديل كل سيدة على حد ان شاء الله ونتمنى يا ربين تنلبي طلباتكم كاملين و كاملة ان شاء الله اه 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 اكيد كيف مكتلكم الوصفة اليوم ديل الشعر والترطيب الشعر الجاف والخاشن والمتدرر ايضا اسبب وصفات اليوم تكون خفيفة رفع لكم ابن الاعجاب ديلكم قبل ما نمشو المكونات و طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال ادعوكم للاندمام في القناة بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناة باللوني الاحمر ايضا تفعلوا الجرس كم ستتصلوا كل ما هو جديد وايضا ضغطوا على زر اللايك كم ستحفزوني ان شاء الله على المزيز من تقدم والعطاء والنجاح وكيف مكتلكم بتحت من القناة كينا كبسة مكتوب عليها الاشتراك او اشترك فما تنسوش انكم ضغطوا عليها حتيولي اللون ديلها بالرمادي وعادة ان تكون اللون ديلها باللوني الاحمر وايضا تخلو اللي اقترحتكم و تعليقاتكم في خانة التعليقات والان سنلتعليق الى المكونات و طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال بالنسبة المكونات اللي غتحتاجوا هاد الوصفة ستحتاجون الى موزة غتحتاجوا موزة الى جوج ديل الموزة على حسب طول ديل الشعر ديلكم وايضا كتافة الشعر ديلكم كيف ما تنعرفوا على الموز فهو من اروع المواد و من اروع الفواكه لترطيب الشعر خصوصا الشعر الجاف والمتقصف والخشن ايضا بالنسبة الثاني مكونات اللي غنحتاجوا لفض الوصفة هاده هو زيت جوز الهند او زيت الكوكو غادي نحتاجوه جوج مع الكبار ديال زيت جوز الهند مع الموز بالنسبة الزيت جوز الهند كيف ما كنعرفو عليه فاش كناخدوه من اكيد سواء من المحلة تجاري الكبرى او الاسوق تجاري الكبرى او مخصصين في بيع الزيوت فهينفو كناخدوه في فصل الشيتاء كنعرفوه انه كيكون قاسح و انا شخصيا يعني في فصل الشيتاء كان عندي زيت جوز الهند قاسح انفو وصل الصيف يعني ولا سائل كيف ما كتشاهدو انا غنحاول نزومي لكم دونك ولا علي هاد شكل هادا يعني سائل كيولي سائل غير بوح ديتو فما غاديش تحتاجو الدوبوه بتاتا خصوصا في هاد السيف هادا وفي طيلة هاد السيف ان شاء الله في هادا يعني الاشهر ديال الصيف فاكيد غادي يبقى لكم سائل وتستعملوه بلا ما تحتاجو انكم دوبوه وفي هذا المصفه هادا ستحتاجو مع الكبار ديال زيت جوز الهند او زيت الكوكو وانا هنا غادينا خد نصف موزة فقط وغادي ندفع لهم ملعقة صغيرة ديال زيت جوز الهند او زيت الكوكو ولكن تميل عندكم شعر طويل بزاف وكتيف بزاف وكيد يعني يكون متقصف وخائشين حاولوا تستعملو موزة ونصف او موزتين وايضا نجمع الكبار ديال زيت جوز الهند او زيت الكوكو زيت الكوكو اللي بنات عنده بزافة الفوائد للشعر كيخلي في حلقة تهبل وغزالة ورائعة ايضا وايضا كعطينا واحد ترطيب وواحد لمعه للشعر ولما نطول عليكم انا هنا هنخلط ما بين الموز وزيت جوز الهند او زيت الكوكو بعد ان شاء الله هرجع لكم فابقوا معايا وبعد ما خلط يعني قطع عمينا الموز معاكتها مزيان بالفورشيطة وايضا وضعت ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند او زيت الكوكو دائما الكمية كتبقى على حسب الرغبة يعني البنت اللي عندهم شعر طويل ما تحاولوش دائما تعملو الكمية اللي كنستعمل انا لانو بعض المرات كنستعمل اكيد كيمية قليلة كوم سنوريكم طريقة الاستعمال فقط لا اقل ولا اكتر ولكن من نسبة للسيدات اللي اكيد شعرهم طويل وشعرهم يعني كثيف فضروري ما تضعفوا الكيمية وتستعملوا موزتين الى ثلاثة موزات الى عندكم شعر كثير وايضا على حسب افراد الاسر اللي غيستعملوا معاكم هاد الوصفة ايضا حاولوا تكترون زيت جوز الهند لانه رائع الشعر يعني باش ما اكترتوا فيه باش ممزيان لانه رائع كيفما كنت لكم الشعر المتقصف والمتدرر والخشن يعني اللي كيكون الملمس ديالو خشن شوية واكيد ما كتكون في واحد لمعة فزيت جوز الهند من اروع الزيوت اللي كيعطوه لمعة الشعر ايضا كيرطبوه وكيعطوه واحد الحيوية واحد لمعان وتطويل ايضا الشعر في نفس الوقت وايضا كيعطوه واحد الريحة اللي كتهب بالصراحة انا من الناس المعجبين يعني برأي حد زيت جوز الهند لانه فيه واحد ريحة كتهب بالصراحة وبعد ما تحصلوا لها نتجه هذه غتطبقوا الكل خصكم ضروري ما تجانسوا المكونات اي يعني يكون هناك واحد تجانس ما بين زيت الكوكو وايضا الموز كمسا الخليط ما يجيكمش يعني الزيت بحدو الموز بحدو فخصكم تمعكوهم يعني مع بعدياتهم وتجانسوا المكونات ومن بعد غتطبقوا الكل على شعر ديالكم مدة ساعة او ساعتين على حساب الوقت وكيبقى لحساب الرغبة والزمن ايضا سوف تستعمل ورق السلوفان وتخليه ساعة او ساعتين سوف تغسلوا شعر ديالكم عادي بشامبو ديميلوغي لكانسين بلاش وبصحة ورحل بنات هذه الأسبوع ممكن استعمالها مرة واحدة في الأسبوع رائعة وغتخلي لكم ان شاء الله شعر ديالكم مرتب الملمس دياله لامع وفيه اشراقة وحيوية ايضا السبع وصفة اليوم كانت خفيفة رفاع لكم نالت الاعجاب ديالكم لا تنسوش انكم تعملوا لايك لها الفيديو قبل ما تخرجوا منه اكيد ايضا تشتركوا في القناة بالضغط على زل الاشتراك الموجود تحت من القناة بلوني الاحمر ايضا تفعلوا الجرس ايضا تعملوا لايك لها الفيديو ايضا تخلوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم في خانة التعليقات وايضا تتابعوني على مواقع الثواصل الاجتماعي انستغرام سنابشات ايو اسلاباج اوفيسيال فيسبوك جميع الرابط انخلم لكم في صندوق الوصف انا اقول لكم نشوفكم ان شاء الله فلوخوشين فيديو بسلام عليكم